الله الرحمن الرحيم أخوة المشاهدين الكرام المتابعين الأعزاء رجعت لكم إلى قناتي بعد انقطاع دام تقريبا ثلاث سنوات انقطاعي كان بسبب اعتلال في شبكية العين وشبكيتي اتأذت بشكل منعتني من تصوير المقاطع والإنارة القوية وظليت هاي الفترة كلها انا في علاج واصلا انا كنت في علاج عيوني من 2019 وإلى يومنا هذا سبع مرات انا رحت لإيران وعالجت وحقن أبر وبعدين بديت اعالج عيوني في بغداد اراجع الدكتور خليل الجبوري الله يحفظه دكتور جيد ومتمكن طبعا مستشفى اهلي والحمد الله والشكر على كل حال وأسباب أخرى كانت لانقطاعي ما أحب يعني أذكرها إن شاء الله أرجع إلى قناتي ولكن ليس كما كانت في البداية لا مثل أول أقل يعني أسأل الله التوفيق وراح أنزلكم مقاطع اللي رحت بيها من فضل الله سبحانه وتعالى إلى العمر في شهر رمضان في شهر رمضان هذا العام 2023 وبقينا 43 يوم نحن يفترض نبقى بعد أكثر يعني بثلاثة يام تقريبا ولكن كانت عودتنا بتفويج من المملكة العربية السعودية لأنه كان زخم جدا عالي بشهادة أهل السعودية ومنتسبين الشرطة بالحرم المكي يعني قالوا أول مرة من 30 سنة يصير هذا الازدحام بمكة فعملوا شغلة التفويج بعودة المعتمرين مثل الحج نفس الحج يعني التفويج كل حملة دار كل حملة لها موعد معين يرجعون في موعدهم وإحنا الحمد لله والشكر كمنا شهر رمضان والعيد وثلاثة يام يعني تقريبا من شهر شوال ورجعنا إلى ديارنا كانت رحلة جدا جميلة وجدا ممتعة شهر رمضان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي مو ملهين تجي يعني يرادلها صبر ويرادلها واحد يتمكن عليها والحمد لله والشكر الله مكننا عليها وصبرنا وإن شاء الله نلنا طبعا رحنا إلى عمرتنا في مدينة الرمادي بقيادة أو بعمرة الحاج أحمد هاشم شنتاف وهذا الرجل يعني ما يعلى عليه إنسان متمكن إنسان صاحب إخلاق عالية أنا سبق ورحت ويا في أيام عادية عام 2019 وهو شون يقولوني الإنسان المجرب هذا والحمد لله والشكر على ما من علينا بيه وإن شاء الله نتواصل ورح أنطيكم بعض المقاطع من عمرتنا ونتواصل من بعدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر